نقطة جمركية جديدة يستحدثها الحوثيون شمال محافظة البيضاء حيث سيكون على القاطرات والشاحنات التجارية القادمة من مأربة أو من منفذ الوديعة أن تتوقف هنا وتدفع رسوما جمركية جديدة هذه هي النقطة الجمركية الرابعة ففي صنعاء وذمار وعمران ثلاث أخرى تمارس نفس المهمة وليس أمام التجار سوى أن يدفع المزيد من الرسوم أو تنتهي صلاحية بضائعهم على متن الشاحنات المحتجزة ينص الدستور اليمني على أن مقر مكاتب التخليص الجمركي هي منافذ الحدود البرية والمائية للبلد والجوية وما دمت في زمن الأكل الحوثيين فلا تندهش من مكتب جمركي في قلب العاصمة صنعاء حيث لا منفذ مائي أو بري أو حدودي هذه الأتاوات الجمركية يراها خبراء الاقتصاد منافذ ثراء جديدة وسريعة للميليشي الحوثية وعاملا أساسيا في جر ما تبقى من سكان اليمن إلى تحت خط الفقر حيث 85 من السكان يقبعون تحته قبل استحداث النقاط الجمركية أما خبراء السياسة فيرون في استحداث الحوثيين لهذه المناطق الجمركية خطوة تصب في تشطير البلد وتكريس الانفصال وقتل الجمهورية وكانت الحكومة الشرعية أقرت تخفيض الرسوم الجمركية في المنافذ التي تحت سيطرتها بنسبة 50% لكل البضائع التجارية الذاهبة إلى المحافظات الواقعة تحت الانقلاب لكن هذا الإجراء الذي هدفت منه الحكومة الشرعية إلى الحد من ارتفاع الأسعار في مناطق الانقلاب قابله الحوثيون بجمارك لا قانونية تستنزف التجار والمواطنين على جيب سوى بيد أن المواطنة هو دائما من يدفع الثمان